عارفين النقطة بتاعت الامام اللي هو الناس اجتاكت ان هو بيتاول او في الخطبة. والناس عادوا يتكلموا كتير. فطلع على المنبر تاني جمعة قال لهم عارفين قصة سيادنا وبكر قالوله آه قالوله خلاص اقيمي الصلاة. وبعد الصلاة قال لهم انت عارفين قصة سيادنا عمر قالوله آه اللهم خلاص مادايبش الجمعة التي اي انا بالزبط احاسس نفس الاعساس بتاع الامام ده. لان انا blast with تحليل مباراة برشلونة ونبلو يحاسس بالزبط ان انا هتكلم عن تحليل مباراة اتلاتي كومديد وبرشلونة السنة اللي فاتت لان برشلونة كان بلعب بنفس الطريقة بالزبط. ولو كنت تبعت وقتها تحليل على المباراة دي مفيش داعب ان انت تتفرج على الحلقة دي ودوس بس لايك وسبسكرايب لو انت مش عامل يعني القصة دي. بينما كمان عايز افكرك ان انا كنت محمد المحمودي الاسبوع اللي فاته بلناميك سوبر ليج على وكان بيقول لي ايه الحل البرشلونة كنت ما كانش عندي حل قاطع لكن اقولت ان هو لازم على اقل تقدير يبدأ بتحريك شوية في بعض التكتيكات من فريق واكتراحت القصة بتاعت مسلوم مباراة اتلاتي كومدريد ده ان هو يتحول اللعب بطريقة تشبه اربعة اربعة اتنين. اربعة اربعة اتنين على الورق لان هي بتتحول بشكل جبير جدا. هي خليط في البداية ما بين اربعة اربعة اتنين واربعة تلاتة تلاتة لكن بتتحول لطريقة تلاتة اتنين اربعة واحد. طب ازاي تلاتة اتنين اربعة واحد? دلوقتي بتتعندك رباعي دفاعي كوندي واروخو وينيجو مارتينيز وكانسيلو. كانسيلو بيطلع قدام يبقى ما يشبه الجناح الايصر لان مفترض على الورق الجناح الايصر بيدخل في العمق عشان يجاور الكاي جندجان على نفس المستوى وكانسيلو ومعهوها نفس المستوى ولمينيا مالي بادار الرباعي اللي تحت المهاجم اللي باندوبسكي ويتبقى اتنين ارتكاز اللي هما ولي جانب ودي يونج مميل شوية زي ما كان بيحصل مع قدام اتلاتكم ادريب بالزبط. والفرق في الموضوع ده ايه بقى او الفايدة الكبيرة في الموضوع ده ان انت نابولي بيلعب قدامك بتلاتة انجيسة واللعب التالت اللي انا مش متذكر داتي اسمه. فتلاتة على اربعة دايما بتعمل اللي بشكلة كبيرة لناكولي لان ساعتها برشون عنده الرباعي اه في خط الوسط. نابولي بالمناسبة حاول يقاوم الموضوع ده احيانا بان هو يدخل باك يشارك في الموضوع. لما تكون الهجمة ناحيته يدخل باك ممكن جناح يغطي وراء او قلب ادفاع يغطي شوية او يركز مع الجناح الموجود. الباك ده بيخش يكون هو لعب رابع بخط الوسط. بس ساعتها كان برشلونة في بعض الاوقات كان بيدخل لعب خمس مين قلب ادفاع من التلاتة اللي هو كوندي او روخه او ان يجو مارتنيز بتاع ليفندوفسكي. مرر كرة لبيدري ومررها ليفندوفسكي. وبمناسبة بيدري وبمناسبة تلقيه الكرة في المنطقة دي دي اهم ميزة كانت مميزة لبرشلونة او اهم ميزة استفاد منها برشلونة من التكتيك ده. ان هو دايما في لعب حر او اتنين لعب حر لو في قلب يدفع شارك في الهجمة. اتنين لعب احرار جندجان وبيدري او جندجان الواحده او بيدري الواحده. دايما بيستقبل الكرة خلف الخطوط. والموضوع ده كان عامل مشكلة كبيرة جدا وازعاج لنابولي بشكل كبير لانه مش قادر يطلع قلب ادفاع عشان خاطر يقابل لان اللي بندوفسكي ممكن يستلم الكرة في دار الدفاع او لمين يمال يقطع اه اه في المنطقة اللي هيطلع منها قلب الدفاع. والمسافة شسعة. لان نابولي كان بيحاول يضغط على وسط برشلونة. وفي نفس الوقت نابولي مش معل اللي قوي يتخطي دفاعه. فالمسافة كانت شسعة. ان قلب يدفع كل شيء يطلع يقابل آآ جندجان بالذات من جندجان حتى مش بيدري. لان بيدري بصراحة مستوى في المباراة ما كانش قد كده خالص حتى وهو بيعمل الهدف بيصنع هاتف سالف الدفاع سكي لكن بيدري اقل كتير اقل كتير من المنتظر من اللاعب كان كل ناس ما ما شايفها حاجة عظيمة وانا متأكد حيب حاجة عظيمة بس هو الاسابات واضح المزال حتى الان ما اثار عليه بشكل كبير جدا لكان المندجان نجم نجم كبير جدا لعيب عظيم واضافة كبيرة جدا لمشرونة والكلام ده انا قلته في اكتر من مرة واكتر من حلقة قبل كده سبحان الله كانت شبهات غريبة جدا من مباراة اللي درجة ان انا وانا بتدور كده على بعض اللقطات من المباراة اللي فاتت لقيت مباراة لقطة بعد ما سجلتها قلت ايه ده وانا جدت لقطتين من نفس مطشب نابولي اكتشف ان اللقطة دي كانت من مباراة اللي درجة مدريد لقطة ايه درجة ايه درجة ايه درجة ايه درجة وفي نفس الوقت وانا بتكلم كمان او انا بكتب عن موضوع الباكات بتاعت نابولي لما شفت كذا لقطة يعني من النظرة الاولى جدا في الماتش شفت كذا مرر الباك بيطلع يضغط عشان يخطر الزيادة العادية في خطر وسه مساء جندجان او كده يطلع الباك الشمال يضغط على جندجان لقطة هي اللي اسفرت في النهاية عن لقطة جوم بتاع نابولي يعني الخطف الكورة الباك بدل وضمر هجمة مرتدة برشلونة وخلى نابولي هو اللي يبقى هجمة منظمة عادية منها سأسفر عنها الهدف بتاع التعادل وده اللي حيجريني للازمة الكبيرة جدا في دفاع برشلونة رغم جودة اللاعبين بشكل عام يعني روخ مدافع ممتاز كوندي مدافع ممتاز لو اعتبرنا قلبي دفاع في اللقطة اللي هي بتحول فيها لتلعب بالسلاسة زي ما قلنا او حتى ان يجوا مرتينيز جالب تفاع كلهم على الورق لعيبة جامدة بس مستوام السنة دي سيء جدا اي مهاجم بس كده على القيمة مالي مركزه كده بيعمل لهم مشاكل حصل كده مع مهاجم جيرونة حصل كده مع مهاجم حصل كده حتى مع مهاجم اللي كلمتكم عنه في اكتر من حلقة من اللي جا شو ولتوكم اتوقع لعيبة ممتاز وهو معارمن اتلتكو مدريب بالمناسبة وحتشوفه ده هيبقى لعيب كويس ازاي. وطبعا لما يجي الموضوع على اوسمين كمان هيعمل مشاكل. اوسمين قدر ان هو كلفت ان يجوا مرتينيز وانا مش شايف ان الكرة فيها فاول بصراحة. رغم انها مش باينة مية في المية بس انا ما بدليش ان من الزواج اللي ما وضح لنا ان فيه فاول. لو في حاجة بقى اوضحي بعد كده نشوف. ما عنديش مشكلة خالص عشان بس تبقى ايه الامور واضحة معاكم. لكن بالمناسبة فيكتر اوسمين ما كانش ليكتم سعداء ان هو يدمر اللي انا بكلمكم عنه. مشاركة قلب دفاع من دفاع برشلونة كان راجع ان اوسمين ما كانش قادر يساير الضغط يعني لما كان نابولي بيزود باك. فبرشلونة بيزود قلب دفاع عشان خطر خطر وسط يفضل برضو هو في زيادة عددية. المفترض ان فيكتر اوسمين هو ليضغط على قلب الدفاع ده. خاصة لما يكون انيجو مرتينيز يعني عشان هو كان بيتقدم بشكل فج جدا يعني. فيكتر اوسمين كانش بيضغط. واضح انه معدل بدني بتاعه ما زال مش احسن حاجة. او موفر مجهود لهجوم. يعني ايه اللي حصل لكن ده كان عامل مشكلة كبيرة لنابولي. اللي مستوى ضعيف جدا ما صراحة. انا متفرجش على الكلشي بشكل منتظم السنات اللي الامانة عشان قررت ان انا يركز اكتر في الليجة والبريمير ليج. فنابولي وضع بتاعه سيء. يعني مستوى الفريق ضعيف جدا جدا. فريق فعلا افتقد لوتشانوس باليتي ورحيله مؤثر جدا على الفريق. رغم انه في بعض العناصر ما وازلت موجودة لكن في اكتر معين مستوى انتراجع وانهار زي كبيتشا كفارسخيلية يعني مستوى متراجع جدا. يمكن قسم اللي بيدي شوية حاجة. لكن لبوتكا متراجع. انجيزا متراجع. في المتشاطة الاولية اللي شفتهم فيها يعني. لا المستوى اقل كتير من قبل كده. انا شفت حتى كتب انه وسط نابولي ليس بهذه الجودة التي يتحمل معها الضغط. لا معلش. لبوتكا انجيزا كانوا بتحملوا اي ضغط في الدنيا يعني. فمش هي القصة دي خالص. مش قصة الضغط. هو فيه ترتيب في الدفاع وترتيب وخروج بالكرة سيء من الفريق بشكل عام. مش بسبب جودة عناصر مشكوك في جودتها اصلا. اه ممكن في طالح حالي. لكن بشكل عام هي مستوىها ممتاز للعناصر الموجودة في نابولي. لكن الفريق متراجع بشكل كبير جدا. وحتى مرحلة انت كفارسخيلية بيعاني او بولتاني وبيعاني المفترض انت تشوف بكات بقى دعم كبير لما فيش الامور كانت سيئة جدا على اه نابولي. اخر حاجة عايز اتكلم معانا في الماتش شخصية برشلونة. شخصية برشلونة رغم انه بقدم مباراة كويسة جدا في رأيي. لكن شخصية برشلونة مش قادر ان هي تستوعب لحظات اللي بتتلي فيها الماتش عليها. برشلونة محتاج ان هو يكمل في دور الابطال فترة اطول. حتى لو مش ناوي يفوز بالدور الابطال او مش هيقدر قصد يفوز مع دورات مش ناوي يعني مش ناوي. لو مش قادر يفوز بدور الابطال محتاج يكمل عشان خطر لعبة دي تاخد الريتم بتاع دور الابطال تاني. ماتشاة الاقصائية. خروج من مرتين من دور المجموعات اعتقد اثر على الفريق بشكل كبير. ومحتاج الفريق ان هو يكمل عشان خاطر هو مبارح كالكورة لما الماتش اتقلب مش عارف يلم الامور. مش عارف يبصي الكورة قطه بشكل قطه. مش عارف يفرهت شوية لعبة نابل. مش عارف يحبطه. مش عارف يطول زمن الهجم بتاعت. خلاص فقد الرتم خالص تماما. والامور خرجت عن السيطرة. رغم النابولي ما اه شد بعض التبديلات. لكن ما بيش بهزيه القوة والفجة يعني الضغط كان ممكن فكه في رأي. لكن في النهاية برشونة تحس ان الدنيا خرجت كده عن السياق تمام. لكن في النهاية اتقلب مباراة مقبولة جدا بالنسبة برشونة. حتى لو كان منافس نابلي حتى لو كان منافس بيعاني. ممكن الامور دي يستفيد منها برشونة بنفس التاكتك ده في مواتشات تانية ممكن. بس هفكركم بالموسم اللي فات. لما برشونة استمر بالتاكتك ده فترة طويلة تكشف وبقى مضغوط وتقفل عليه خالص. آآ لكن لكن ممكن يعني يبقى نوع نوع مهرب. يخلي المدربين التانيين مش عارفين برشونة ناوي يبدأ بيه. وده مفترض اصلا اللي يحصل يا. آآ في النهاية برضو الموضوع مشروط جدا انه لعيبة كتير تكون آآ فايقة يعني بيدري لازم يفوق. آآ كانسيله مبارح ما كانش في مستوى خالص. عارف انه الجابها اليوس انا عارف ان هو كان باك الشمال مع انشستر سيتي انا فاهم بس انشستر سيتي كان وظيفه غير كدك ووظيفه انه يخش في العمق كتير. لكن هو مع 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 برشونة مطلوب منه في الخطة دي يلعب على الطرف كتير وبالتالي بحتاج يستخدم رجله الشمال كتير فهو مش عارف عمال يلعب كرة بوش رجله الخارجي كتير. في حد كان بيقول لك اريدت برضو حد كاتب واستغربت كلام وقال لك برشونة محتاج بقى زهير الناحة التانية يخدم يخدم هجوميات زي كانسيله. لأ هو اصلا خطة اللعبة بالشكل ده مش محتاجة زهير الهجوم الناحة التانية محتاجة كوندي. لان هو في الاخر الفريب يتحول لسلاسي. مفيش زهير خالص بيتقدم خالص في الناحة دي لان اللامين يمال موجود في الجابها دي وجابه جندجان. فلو انت طلعت الظهير اصلا هتابع المشكلة للمين يمال. وكمان هتابع المشكلة لخطة كلها. بنتحول ان انت مع السلاسي ده هيحصل ايه? هيتحول لسناها هيتبقى عملية صعبة جدا مع اه الهجمات المرتدة. ده يعني كلامي ملخص عن المباراة. اتشوف ان هي مقبولة جدا المباشرة وكانت كويسة حتى لو النتيجة تعادل. في النهاية موضوع الفري الهدف ده عامل مشكلة ان هو مش مدي اثر كبير للنتيجة لكن في النهاية تعتبر نتيجة مقبولة للبرسة ومش مقبولة النابولي وان كان التعادل في النهايات المباراة بالمستوى ده يعتبر شيء كويس للنابولي هو كمان وحنشوف ايه اللي ممكن يحصل في وراءة العودة. متنساش تدوس لايك لو حلقة عجبتك. سبسكرايب لو تشتري في القناة لو انت فرج من يوتيوب او حتى بتفرج من تيك توك. وعال فيسبوك دايما تتابعني على كل جديد عشان خاطر نستمر مع بعض ونتطور مع بعض. سبكم على خير مع السلامة.